معنا مشاهدين عبر الهاتف من جد الدكتور هشام ماروى نائب الاتلاف الوطني السوري دكتور هشام مساء الخير أهلا وسهلا بك معنا في ظل الظروف الحالية التي يعيشها السوريون من أوضاع أمنية واقتصادية متردية إلى أي حد يمكن لهذا القانون أن يربك السوريين أكثر مساء الخير لك والإخوة المشاهدين الواقع جاء في تقريركم يعني يصف حالة فعلا مؤثرة وتقلق السوريين وتزيد من معاناة السوريين يعني من ربما ما غفل عنه تقريركم أو يعني لم يتم تصيبت أضواء عليه هو الشيء مهم جدا أن الاعتراض حتى لو أن هناك من تمكن إلى بشكل أو بآخر من أن يرسل اعتراضا على هذا المخطر التنظيمي أو ذات لكن هذا الاعتراض كما جاء في نص المرسوم لا يوقف التنفيذ وبالتالي سيبقى الأمر قائما ويستمر التنفيذ في المخططات التنظيمية الجديدة بعيدا حتى عن الاعتراضات التي قدمت دونها هذه الاعتراضات تشكل لها الآن لدراستها واتخاذ إجراءات بحقها ولكن لا توقف هذه الاعتراضات المقدمة من المواطنين حتى لو تمكنوا من إيصال صوتهم وإيصال اعتراضاتهم دون متسلاتين يوم التي نص عليها القانون إلى أجهات الرسمية هناك خطورة أن حتى هذه الاعتراض غير كافية لأن توقف تنفيذ هذه المخططات التنفيذ التنظيمية الجديدة إذن هذا تهميج لرأي الشارع بشكل واضح؟ القضية ليست أكثر في الموضوع الرئي الشارع القضية قضية وخصوصا مع ما تناها من أخبار عن إعطار حق إعادة المخططات التنظيمية تشكيل المخططات التنظيمية لشركات إيرانية وغيرها هذا يعني نحن أمام محاولة جادة كما جاء تماما في تقريركم في خطاب 1-8-2015 قال أن سوريا لمن يحميها وبالتالي هناك توجه حتى موضوع على أنقاب دارية قال بشكل واضح أن التغيير لم يمكن أن تغيير الديمغرافية من الممكن أن يحدث في مناصر صحيح في العاصمة دكتور بالحديث أكثر عن الديمغرافية في سوريا هناك خشية من أن يكون هذا القانون مدخلا لإعادة هندسة ديمغرافية سوريا على أساس طائفي ما رأيكم بذلك أيضا بالإضافة إلى إدخال شركات إيرانية للاستحواذ كما ذكرت حضرتك يعني الباقع الأسد كل من يقف إلى جانبه يعني هو مستعد أن يعطيه أن أطاح الجنسية وحتى أن يعطي أخذ هوية وبالتالي يكون صوتا للأسد في سوريا بشكل أو بآخر وهذا الأمر يعني هذا القانون يساعد فعلا على ذلك وهذا القانون لا بدها وهذا فعلا ما يجري العملية المجتمع الدولي يتنبه بخطورة هذا الأمر هذا القانون أيضا له مفاعل دولي على المهجرين وعلى الذين لا يستطيعون العودة ولكن يعني ينبغي أن سوريا تعرضت لمخصصات في التاريخ لم ينجح منها مخطط صحاف السورية دائما على لونها القومي ولونها الدين وعويةها المتميزة التي فيها كل فسيسة الحقيقة النسيج الديني السوري المعروف شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة من جدة حدثنا الدكتور هشام مروى نائب الإتلاف الوطني السوري ترجمة نانسي قنقر